أكثر النقوش التي لدينا النقوش ما سميت بالفينيقية أو الكنعانية الكنعانيون سموا أنفسهم بني كنعان ولم يسموا أنفسهم فينيقية ففينيقية بالسرياني تعني متحضر كيف انتقل المدلول وانتقلت الكلمة في هذه الساحة الجغرافية سآتي إلى تاريخ الكنعانيين أتكلم عن السلم الزمني سلم عن الساحة الجغرافية يقول السيركن في كتابه الحضارة الفينيقية في إسبانيا بأن أقدم الحضارات الموجودة في إسبانيا بالألف ومئتين قبل الميلاد هي حضارات كنعانية ولم تقم على حضارات أخرى طيب مين الدول كنعانية من هم هؤلاء هل هم عرب قلنا بأن اللغة هي مسبار وكشاف سأعطي بعض الأمثلة لنرى هناك نقش يسمى نقش سردينيا وجد في سردينيا التي عاصمتها نورا إلى الآن على ما يبدو صور كانت أم الممالك في بحر لبيض المتوسط لقد ألم شيء من الخطر على سردينيا وعلى مدينة نورا فترسل مدينة صور رسالة تهدئة وتأييد إلى سردينيا أنيان سأتكلم أنيان الكنعانية لنرى ما هذه الكنعانية يقول النقش بيت راس بيت راس يعني العاصمة كما أقول الباب العالي اللي هي صور كلمة بيت راس هنا لها مدلول صور بيت راس سنجير راسها بسردينيا سنجير راسها بسردينيا لو نلاحظ كلمة السين ونجير فعل مضارع إنما بين قوسين إن الأفعال في الكنعانية والآرامية تصرف كما تصرف بالعربية الفصحى ولا تصرف كما تصرف بالعبرية ومحترامي أيضا للسريانية والمعلولية لا تصرف كما تصرف بالعربية الفصحى بيت راس سنجير راسها بسردينيا سلامها سلام صور سلام سردينيا هو سلام صور سلامها سلام صور صور أم مملكة نورة نورة إلى الآن عاصمة سردينيا نورة هذا الكلام القرن السابع قبل الميلاد صور أم مملكة نورة ننسب من النسب ونجير من الإجارة لدي باب جيرون في الجامعة الأموي من باب الشرقي هو باب الإجارة ننسب ونجير لفمي كلمة لفمي كانت تختب فيها كافة النقوش الرسمية لتعتبى بأنه كما يقول أخوانا المصريين يعني كلام رجال هذا خلاص كلمة لفهم إذن تصريف الفعل جدا هام هذا الشيء من له لغة ثانية كمان شاهدت قبر في جزل البليار ما بين إيطاليا وأسبانيا شاهدت قبر مكتوب علي شاهدت قبر مكتوب علي شاهدت قبر شاهدت قبر شاهدت قبر حاطة ندبة أطارة بر النعوة بر النعوة هو الكاهي المسؤول على الدفن لقد أحاطة وندبة وأطارة بر النعوة ران الشاهدت شو يقول ران برجد بنت طاب نحان ما معنى ران الراان في الكنعانية هي القبر الران وماذا جاء في القرآن الكريم كلا بل ران على قلوبهم ران بمعنى قبرة وسطرة على قلوبهم وإلى الآن كلمة ران في منطقة زبداني وفي منطقة الجنوب السورية السويدة ودرعها الران هو الحجر الكبير المحفور الذي يوضع به الماء لكن أساس هذا الران هو كان تابوتا فذال عنه المعنى فأصبح ران إذن حاطى فعل ماضي ندبى فعل ماضي أطارى فعل ماضي ران برجد اسم علم برجد بنت بنت طاب نحال اسم علم نقش تاني على شاهدة قبر فعل وندر وحصد زنبو شده ينعم ويسعد جوارك أيها الإله كنت أيها الإله من عندي ليس بالنقاش ويسعد جوارك منك نعزج نعزج قلب مكاني لنعجز منك نعزج رعاك وبهواك لدركي صن في اللغة الدرك هو الطريق الأسفل ومنها كلمة ديريك التي في غبائنا غيرناها إلى كلمة المالكية ديريك هي بداية الطريق الأسفل إلى دجلة من ذهب إلى هنا ليراه وبهواك لدركي صن لك بيت وأبيدات هنا بيت تعالي يا بيت اللي هي المصرية بيت بمعنى بنت لك بيت وأبيدات هو اللي نستغرب نشجرة المصرية إلى ميلاد الشاعر المسافة ما بين القاهرة وديمجج تخط نظر ستمية وخمسة كيلو متر فقط المسافة ما بين القاهرة وأسوان سبعمية وخمسة وعشرين كيلو متر إن أقدم أثر لدينا في دمشق جنوب أو تحت الجامع الأموي وجدنا نقش أبو الهول المصري ويعتلي التاج مصر السفلة أي مصر البحرية السفلة يعني الشمالية تتمت النقش لك بيت وأبيدات أبيدات ماتت والجد نجعل لنلاحظ الألف واللام أداة التعريف والجد نجعل وينجو وجوبا تم أتم واجباته الدينية هنا لا بد لي إلا أن أقف عن كلمة الجب الألف واللام هذه الكلمة أجد أداة التعريف في الكنعانية الألف واللام لكن الكثير باللام فقط الكثير باللام سأطي مثال والده لحنة بعد اسمه حامي القار حامي القار حامي القلعة القار مكان الاستقرار هذا الكلام أنا أعطينا الأمثل لنرجع لنرى ماذا جاء في مادة كنعة في قاموسسان العرب الكنعانيون والكنعانية لغة تضارع العربية أي تضارع ما نسميه الآن بالعدنانية ولدينا نقش كما قلت نقش البرازيل هذا نقش له قصة كبيرة ويحتاج إلى محاضرة لأن اليهود بيعتبرون مزور طيب عندما المفوضة يبدو يزوره إما القومين السوريين في القرن السالة للعشرين أو من يهتم في ذلك لم يكن لدينا أي مختص في هذه اللغات في تلك الفترة أخفوا النقش لكن لا يشعنا إلا أن نقول بأن مكان النقش ما وجد النقش في البرازيل لدي خليجه يسمى خليج مراكيبه فيتلا فانزويلا المراكب تماما وعندي مدينة تسمى قرطة جنة قرطة أي القرية والجنة هي الجنة نحن آنيا نقول الكتاب والحرف الكنعاني والآرامي هو حرف واحد لقد كتب الكنعانيون والآراميون بحرف واحد تمام امتدى امتدى من نهر السند الى المحيط الأطلسي هذا النوع من الخط ما نسمى باللهجات اللهجة العربية الكنعانية واللهجة العربية الأرامية تستطيعين فهمها إن كنتي كنعانية تستطيعين أن تفهمي الأرامية بتعب يومين أو ثلاثة كما جرى مع مين كما جرى مع السبتمي والسبريو السبتمي السفير الليبي الكنعاني وجوليا ردو من الأرامية الحمصية كانوا يتكلمون يتفهمون الأرامي مع كنعاني ملامح بسيطة من الأرامية الألف أداة تعريف بآخر الكلمة الحارسة حرستة الدوم دومة الجمع بالياء والنون جسر جسرين عندي خمسة جسور ماردين بدي مارد ماردين مصد مصريبين الف بدينا لدي الألف التي تدخلا آّ جسرين فكن الشوى moms لدينا أن تقول جسرينة لكن الألف تأكل النوم تصبح جسرية قدس عد وامتد الأدنى نقش سفيرة 1200 قبل الميلاد بثوابت علمية وامتد وبقي ساريا تقريبا تقريبا أقول القرن الأول قبل الأول ميلادي وتطور بشكله عندي الخط الآرامي خط الحضر عندي الخط النبطي إنما من مدرسة واحدة لكن أكثر النقوش من أسوان إلى السند ومن أسوان إلى المحيط الأطلسي بما في أسبانيا وجزر البليار وإيطاليا لدي هذا الحرف موجود تمام وبقي الغرب يكتب به فدعيا بالخط اللازي هنا ما قيل بقى عن تطور الحرف اللاتيني بأنه مأخور من الكنعاني بالتطور البسيط جدا أجد بأن الحرف اليوناني أخذ من الكنعاني وقالوا بأن اللاتيني أخذ من اليوناني هذا خطأ لماذا؟ عنا لغة الرسانين الرسانين الذين أسسوا روما بسمون إتروسكيين أو إتروريين أو توسكانين من الأربع أسماء كتبوا بالخط الكنعاني الآرامي إنما عوضنا يكتبوا من اليمين لليسار كتبوا من يسار لهم تمام فآتت اللاتيني أخذت من الرساني وليس من اليوناني بمعنى آخر بأن الحرف الكنعاني الآرامي أخذت منه اليوناني وأخذت منه اللاتيني هذا ما نستطيع أن نرخص الموضوع بموضوع الخط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر